السلام عليكم السلام عليكم تتم الفيديو السابق الذي رأينا حول مفهوم الرسابة والدلة وتعييرات الدلة عددها على مجان معين نأخذ هذه المثالين تليين لكي نطبقهم في الفيديو السابق أولا يمكن تحديد أولا دراسة رسابة الدلة باستعمال مباشرة تعريف للرسابة الدلة على مجان معين أو يمكن استعمال ما يسمى بمعدد تغيير بين عددين من واحد مجان معين وذلك لتحديد رسابة الدلة عددية على ذلك المجان باستعمال تعريف نأخذ هذا المثال نأخذ الدلة العددية F دلة حدودية معرفة على المجال R إذا ندرس الرسابة للدلة على R مباشرة باستعمال تعريف نأخذ عددين عددين مختلفين مثلا ليكون X و Y من المجال اللي بغين درسوا في الرسابة من R بحيث مثلا X أصغر قطعا من Y ونحاول نقارن تعبير F مع بعضياتهم إذا أبقى في نفس الترتيب فإن الدلة تزايدية إذا كانت ترتيب من بالدل يعني التعاكس ستكون الدلة تناقصية على هذا المجال إذا ندرس العملية الدلة التي تقنعنا في قبل هنا أول حاجة نضرف نقص 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 ما هو هذا؟ هذا هو التعبير F إذا كان X أصغر من Y فإن F X أكبر قطعا من F Y وبالتالي بتطبيق هذه التعريف مباشرة نستنتج إذا أن F ماذا؟ تناقصية تناقصية قطعا 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 على ماذا؟ على المجال X ويمكن هنا أن نقصد نتائج هذا في ما يسمى بجدول التغيرات جدول التغيرات الجدول يكون على هذا الشكل بالنسبة للخانة الأولانية نوضع المتغير X والمجال الذي ينتمي له في هذه الحالة المجال هو X وفي الخانة الثانية فإن الصور فإن الصور يأخذ قيم تنازلية أو لا تصاعدية تنازلية تناقصية وتصاعدية تزايدية وكلمة ترهاب تسهم إذا كانت دلة تناقصية في العالة القرارة إذا كانت دلة تناقصية فإن سهم إلى الأعلى فإن هذه الحالة الجدول هي الخاصية تريد الدلة على أعلى كاملة إذا كيف تنازل هذه الدلة في الجدول نقول أن الدلة تناقصية قطعا وذلك قبل قلنا أن الدلة تناقصية قطعا على مجال مؤين تكون عبارة عن منحانة لأنها ستنازل التحسل هنا في المنحانة هذه الدلة وهي هنا تألو فيها ستكون عبارة عن تمثيل عبارة عن مستقيم وهذا وبينسي ستنازل التحسل معامل الموجة ثالث لأنها ستكون موجة إلى الأسفل ثم ثم نستعمل معدد التغيير لدرسة دلة دلة عددية ونستعمل بالمثال التالي لتكون ف دلة مرفعة كما يلي دلة حدودية درجة الثانية هنا لكل x ناقص 4x ناقص 1 ونحاول درسة راتبة على المجالية المختلفة نجو جزائي الملانية ونقص ملانية ثم لنحدد معدد التغيير هو أول حاجة تحديد المعدد التغيير ثم نحن نأخذ x و y ونأخذهم هذه المرة من r مباشرة ثم ثم نفرز ونأخذهم ثم نعطي تعبير معدد التغيير أولا وبدأس x ثم ندرس ثم x y من r بحيث بطبيعة الحل x يخالف y مختلفين وما نقصد التغيير لدينا معدد معدد تغيير ثلاث f بين العددين x و y هو كرمز له بطبيعة f ثم يساوي هنا يكتب في البسط f x f y وفي المقام x y وذلك هنا x y f y x f y وذلك نرى المعدد التغيير f x x يكتب x y y y y y y y y x y y y y y y y y X كاري ناقص Y كاري هي متطابقة هما X ناقص Y عمل X زائد Y وفي جارة فعادة تكون ناقص 4 عمل X عمل X ناقص Y كل شي على X ناقص Y X ناقص Y عددين مختلفين X و Y بالتالي X ناقص Y عدد غير منعدي ما يمكن اختزال B المترجم الآن في التالي ما يبقى عندي X زائد Y ناقص 4 هذا هو معدد التغيير يمكن التعبير بدلالة X و Y يعني معدد التغيير بين X و Y سيكون هو هذا هذا هو معدد التغيير بين X و Y هذا من حدد المجالات يعني الإشارة X و Y ناقص 4 أولا معدد التغيير على حسب العددين X و Y نبقنا عندي جوج دي الحالات عندي الحالة اللولى الحالة واحد إذا كان X, Y ينتمياني معا المجال الأول اللي هو مثلا ناقص ملا نهاية اثنان بطبيعة الحال X تخالف Y نصوي ماذا تعني X و Y معا ينتمياني إلى المجال ناقص ملا نهاية يعني بلا أن X يكون أصغر من إثنان أو يساوي و في نفس الوقت Y أصغر قطعا من إثنان حيث مختلفين يمكن أن يكون يساوي الجوج يساوي الجوج أو يقدر نقول بلا أن X هو ليصغر قطعا من الجوج وأن Y يكون أصغر من أو يساوي الجوج فكلتا الحالة التي لقدرت المجموع أشياء أعطيني X زائد Y أصغر أصغر قطعا من أربعة أو X زائد Y جميع الأحوال تكون أصغر قطعا ربعة وهنا نرسل الحالة أي هناك دت ناقص 4 جوج أصغر قطعا من أجل أعطيني تعبير X زائد Y ناقص 4 وهذا هو معدل التغيير بين عددين X و Y إذا كان X و Y مختلفين من المجال النقص أصغر قطعا من أجل وبالتالي 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 ف كديرا ف دالة تناقصية قطعا تناقصية قطعا على ماذا؟ على المجال لا المجال اللي خدمت به ناقص مالا نهاية لدينا الضغط بالمثل لدينا وبالمثل لدينا بطمع الحال يعني نالخذينا إذا كان X و Y مختلفين بالمجال الأخر زائد ما لنهاية حيثهم بطمع الحال من عددين تأثير لها المرة قابل لأن التعبير لدينا معدد تغيير من العددين X و Y يكون هذه المرة موجب وبالتالي دالة F كديرا تزايد تزايد على ماذا؟ على المجال المشوش زائد مالانيح ف يمكن في الأخير أنني نلخص هذا كديرا من ناقص مالانيح تزايد قطعا من ناقص مالانيح تزايد قطعا هناك ملحوظة تكون بالنسبة للقيمة الصورة تكون أصغر قيمة قيمة كم هذه قيمة قيمة إلى قيمة إلى قيمة القصوى إذا كانوا الكثير القيم قصوى على مجالات معينة فأقصىها تسمى قيمة قصوى مطلقة القيم القصوى والقيم الدنيا بين قوسة يسمى مطاريب الدلة ويمكن تحديدها من خلال جدوة التغييرات وباستعمال تقنيات أخرى اللي عادي نجوها من بعد بالنسبة للمنحنة الدلة مؤكف كيف يبال لكم قيمة قيمة الدنيا وهي نقطة الإحداثية قيمة الدنيا وهي نقطة الإحداثية قيمة قيمة الدنيا كان معكم الأستاذ طارق بوزيد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته